شكرا لتبيتك الدعوة صباح الخير شكرا على الدعوة وسأعيد بوجودي مرة أخرى معكم في قناة نهر شكرا لك سيدي مرة أخرى في البداية هناك اجتماع الحكومة تناول العديد من النقاط وبتوجهات صارمة لرئيس الجمهورية لضمان وفرة مختلف المواد الأساسية واسعة الاستهلاك وكذلك ضمان أيضا استقرار أسعارها في الأسواق في أسواق مختلفة الولايات عبر الوطن صيد مقراني لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة لضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية وكذلك أيضا ضمان استقرار أسعارها شكرا على كل حال مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات شرعت بالتنسيق مع القطاعات المعنية في ضبط السوق بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية في التحضير المبكر لتموين خاص بشهر رمضان وكذلك العمل على تنفيذ قرارات سيد رئيس الجمهورية بتدعيم عمليات تموين وضمان ديمومة التموين بمختلف المواد لا سيمة الأساسية منها وفي هذا الصدد قطاع تأنارها الشرع منذ مدة في اعتماد مقاربة اقتصادية تشاركية بالتنسيق مع كل الشركاء المهنيين ومختلف المنظامات المهنية للتجار والحرافيين وكذا جمعيات حماية المستهلك لإشراكهم في تجسيد هذه المبادرة على كل حال إجراءات العملية شرع فيها القطاع فعلا بالتنسيق لا سيمة مع قطاع الفلاحة وقطاع الصناعة في تدعيم تموين السوق بمختلف المنتجات منذ فترة منذ تقريب من شهر نوفمبر شرعنا لكن تجسيد لهذه القرارات فعلت العملية وشرعنا حقيقة في تنظيم الأسواق من حيث التموين نعطيك درنا عمليات كبيرة بخصوص ضمان تموين منتظم للسوق بمادة الحليب المدعم كذلك بمادة الساميد لشهدة بعض الولايات اختلالات في التموين وكذلك بالبقول الجافة واللحوم الحمراء بخصوص الإجراءات العملية وهو أشرفنا يعني الأشرف القطاع رفقة القطاعات المعنية الأسبوع الفارط على الانتهاء من إعداد الحصة النهائية لمسحوق الحليب الذي انتقل من 14.569 طن شهرياً فيما سابق أصبح الآن يقارب 21.000 طن شهرياً تخصص الـ 127 من البناء لتصنع الحليب باش ندعمه عمليات تموين تأسوق وتنفيذاً كذلك لقرار السيد رئيس الجمهورية سوف يشرع ابتداء من شهر جونفي في تموين الولايات الأقصى الجنوب ببودرة الحليب الفوري يعني مسحوق الحليب الفوري ليجي يستخلف الحليب المبسر تا 25 دينار بالنظر لما سافات شاسعة لكي ما نقولك مثال ولايتي برج باجي مختار ولا عين قزام سوف يشرع إن شاء الله من هذا الشهر الابتداء من شهر جونفي في تخصيص حصص منتظمة للسكان المواطنين على مستوى الجنوب باش يقتنيوا الحليب المدعم على شكل يعني حليب فوري على كل حال تم إعداد خريطة رقمية على مستوى القطاع لمتابعة مسار إنتاج وتوزيع بالنسبة لمادة الحليب ونشرف على كل عمليات المتابعة بصفة يعني سالسة ومنتظمة بالنسبة للساميد المصالح تانا لما لاحظت بعض الاختلالات لا يخفاكش باللي مع فصل الشيطاء تكثر الاستهلاك وترقب كذلك لشهر رمضان وتطبيق كقرارات سيد الرئيس الجمهورية تم زيادة الحصص ستعمية وستين متحانات على الساميد بنسبة عشرين في الامية كانت بكرية ربعين في الامية من الطاقة الإنتاجية أصبحت ابتداء من 14 ديسمبر ستين في الامية مما سمح بإعادة تموين السوق يعني بصفة منتظمة على مستوى ثمانية وخمسين ولاية بالنسبة للبقول الجافة كذلك إجراءات كبيرة عملت عليها قطاع التجارة بالتنسيق مع قطاع الفلاحة لضمان التموين المنتظم للسوق لأن السوق شهد بعض الاختلالات من حيث الكميات انتاء المستوردة خاصة مع اقتراب المناسبات واقتراب شهر رمضان الفاضل يعني تتكرر هذه المشكلة حقيقة الحمد لله اليوم بالنسبة للمواد العدس والأرز والحمص متوفرة بشكل واسع بقيت شوية نقول لمادة الفاصولية اللوبيا دخلت ابتداء من هذا الأسبوع كميات كبيرة ونترقب إن شاء الله الأسبوع إلى العشر أيام الأولى من شهر جنفي تستقر نهائيا العملية التموين البقول الجافة بالنسبة للحوم الحمراء كذلك كان هناك أيضا قرار استراد اللحوم الحمراء وكذلك تسقف السعر بـ 1200 دينار جزائري بالنسبة للحوم المستوردة حقيقة السلطات العمومية وفق خريط الطريق تأس سلطات العمومية وهو العمل على استيراد كميات تكميلية باش اللبي والعجز اللي تشهدوا الانتاج الوطني لأن الانتاج الوطني حاليا بين 40 إلى 45 ألف طن من اللحوم الحمراء وحنا الحاجيات حوالي 65 ألف طن وبالتالي 20 ألف إلى 25 ألف طن تم إقرارها وفق خريط الطريق وتم في هذا الإطار تفعيلا لقرار سيد الرئيس كذلك بإزالة كل العقابات اللي كانت تعيق العملية على استيراد وهو الخفض من الرسم استدير الحقوق الجمهورية تم تخفيضها من 30% إلى 5% بالنسبة للحوم الحمراء كذلك قطاع التجارة قام بالعديد من التسهيلات يعني باستثناء مستوردين لحوم الحمراء من الأرضية الرقمية تحت توطين البنكي بإمكانهم فور الحصول على الرخصة الصحية للإستيراد لدي سي من مصالح البيطارية لمصالح الفلاحة يروا يشرعوا مباشرة في عمليات توطين البنكي على مستوى البنوك باش نسهلونهم عملية دخول مباشرة الإجراءات الإدارية للإستيراد والحمد لله العملية لحد الآن ماشية بصفة منتظر يعني سيتم استيراد كميات إضافية بدأت بصفة محتشمة في البداية لأن الجزائر كانت غايبة مدة تقريب ثلاث سنوات على السوق الدولية الحمد لله عدنا متعاملين مهنيين رأنا سجلنا تقريب 27 متعامل مهني استفادوا من رخص لحد الآن تقريب بما فيهم القطاع العمومي شركة الفيار وشركة ساربا استفادوا لحد الآن من تقريب حصصة 85 ألف طن تم الشروع في استيراد الكميات الأولى ونترقب دخول كميات كبيرة خلال شهر جونفي وفيفري باش إن شاء الله التقديرات على المصالح باش قبل شهر رمضان يكون السوق يعني ممون بصفة منتظمة والسعر يعني السعر كما تفضلته بما أن المنتوج يعني رأه تستفاد من تسهيلات ومن عملية دعم من السلطات العمومية وبالتالي نحن عملنا في إطار نظرة شركية مع السيدات السادة والمستوردين وعدنا هيكلة الأسعار يعني سعر متى 1200 دينار يعني يمكن جميع المتدخلين من الاستفادة من هامشربح جد مريح سواء للمستورد أو لمنتاج الجملة أو حتى للقصابات يعني لبوشري نعم بالنسبة للجزء نعم بالنسبة للهامشربح ونفس الشيء الأخت كريمة بالنسبة للحوم بيضاء تم إقرار تطرق إلى هذه النقطة سيد مقراني هل ستكون هناك لجان مختصة لمراقبة الأسعار أسعار اللحوم المستوردة وضمان تسويقها بهذا السعر حقيقة نحن بناء على قرارات سلطات العلية البلاد سيد وزير تجارة وترقية صادرات قام منه حوالي أسبوع بمراسلة سيدات والسادة الولاد من بين المراسلة المضمونة المراسلة وهو تشكيل فرق مشتركة على مستوى الولايات تضم ممثلين عن قطاعات الفلاحة والتجارة والصناعة لمتابعة وضعية السوق وكذلك إقرار نظام متابعة ومراقبة سواء بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك الواسع والمقننة أسعارها ونفس الشيء ينطبق على مادة اللحوم التي نحن على مستوى وزارة تجارة وترقيات الصادرات حاليا تم إقرار نظام متابعة صارم لتتبع مسار هذه اللحوم منذ استيرادها على مستوى المفتشيات الحدودية إلى غاية تسويقها من طرف تجار تجزئة أولا حرصا من القطاع على ضمان تمويل منتظم لغطي أكبر عدد من البلديات وهذا طلبنا من كل المستوردين لعطونا شبكة التوزيع كذلك الالتزام الإمضاء على الالتزام لكي السعر لا يفوت 1200 دينار جزائري يعني كل الترتيبات ندارت لكذلك تحويل هذه اللحوم لنعتبرها استوردت لتقريب المواطنين والمستهلكين ونحرصه نحن على مستوى القطاع من خلال أكثر من 8000 عون رقابة باش هذه العملية تسير بانتظام ونحرصه على عدم تحويل هذه اللحوم إلى التحويل لترانسفورماسيون أو إلى وجهات أخرى يعني خارج الهدف اللي أسس منه وهو إيصالها إلى المستهلك يعني بسعر جد معقول مقارنة بسعر المتداول حاليا في سلسلة التوزيع بالجملة والتجزيع سيد مقراني بالنسبة للحوم البيضاء أيضا شهدت ارتفاع ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية عبر مختلف الأسواق ما هي الكميات ربما التي ضبطت تحسبا شهر رمضان حقيقة السلطات العمومية أقرت برنامج استيراد استثنائي لأنه لا يخفى الأخت الكريمة وهنا عدنا شعبة نتعدى واجن يجب الحفاظ عليها ودعمها حقيقة يعني لقت بعض الصعوبات للناس المتدخلين في هذه الشعبة من حيث تموين بالمواد تغذية الأنعام بالنسبة لتربية الدجاج كذلك بالنسبة للفاكسان وكذلك بسبب الأمراض التي تفشت على المستوى العالمي كانت بعض الأسباب التي حالت دون الحصول على الإنتاج يعني المتوفر في السنوات السابقة لكن السلطات قامت بكل تدبير من جهة باش ندعم عملية الإنتاج الوطني لكن بالمقابل لتغطية العجل المسجل حاليا أقرت برنامج استيراد استثنائي أوكيلاء إلى كل من قطاعي العام الخاص القطاع العام أوكيلاء إلى شركة ساربا والشركة الجزائرية للضبط التي أنشئت مؤخرا التي سوف تتكفل إن شاء الله بالسيراد كمية 10 ألف طن وتم عبر اللجنة الوزارية المشتركة التي فيها ممثلين عن قطاعات التجارة والفلاحة كذلك والصيد البحري تم مؤخرا من الحروخ الصحية للعديد من المتعاملين الاقتصاديين الخواص باش يساهموا في ضبط السوق إلى غاية دخول إنتاج الفعلي الوطني باش نضمنه توازن السوق من حيث تموين بلحوم بيضاء نعم يعني كل هذه القرارات وجهود الدولة الجزائرية لخلق توازن في الأسواق وكذلك ربما ضبط الأسعار لتكون في متناول المواطن وكذلك حماية القدراء الشرائية نتكلم عن مشكلة ذكرته قبل قليل سيد مقراني يتعلق بالاختلالات اختلالات التوزيع توزيع مختلف المواد الأساسية واسعة الاستهلاك اليوم ما الذي يمنع ربما الجزائر من اتباع أو وضع خارطة خارطة تتبع مسار مختلف المواد واسعة الاستهلاك يعني ليس فقط مادة معينة حقيقة نقولك أن النظرة الاقتصادية التشاركية التي يعتمدها سيد وزير تجارة وترقية الصاديرات يعني على مستوى القطاع أولا شرعنا في المراجعة القانونية أنت أبرز القوانين على غيرها القانون التجاري وقانون المنافسة ثانيا هو تحديث آليات ضبط السوق وكذلك تفعيل عمل الرقابي الميداني وكذلك المحور في إطار كذلك تجسيط قرارات سيد رئيس الجمهورية بخصوص رقمانة القطاعات قطاعنا ليس في منأة من هذا المسعى ورنى على مستوى القطاع مجهودات كبيرة وورشات كبرى تم فتحها لرقمانة كل آليات الضبط نعطيك مثال اليوم عندنا شبكات توزيع تم قرارها عبر منظومة رقمية متوفرة على المستوى المركزي تخص أولا بدينها بالحليب شبكة إنتاج وتوزيع الحليب المبسر المحدد سعره بـ 25 دينار قمنا كذلك بتحديد شبكات التوزيع لتقريب 12 إلى 15 مادة أساسية سوف يتوفر عليها القطاع من حيث المتابعة هذه الشبكة الرقمية تسمع بمصالحنا بالاتصال مع المصالح الخارجية على مستوى 58 ولاية بتتبع ما صار المنتوج انطلاقا من وحدات الإنتاجية إلى غاية وصولها إلى سلسلة التوزيع بالجملة والتجزئة كذلك نشير في هذا الصدد القطاع قام بإحصاء وطني للقدورات الإنتاجية يعني تقريب حوالي 19 ألف وحدة إنتاجية عدنا هذه مرحلة أولى من الإحصاء سوف يستغل نتائج هذه المرحلة الأولى في انتظار إطلاق كذلك مرحلة ثانية من هذا الإحصاء هو بيناتنا القدورات الوطنية على الإنتاج باش تكون عدنا فكرة على الإنتاج الوطني مؤشرات الاستهلاك كذلك أظرنا نعمل عليه بشكل كبير مع مردمات حماية المستهلك كذلك حقيقة كذلك مع المؤسسات المعنية على غيرات الديوان الوطني للإحصاء خطراش معدناش ضد الحد الآن معدناش مؤشرات للاستهلاك باش نقول الجزائر اش حال يستهلك من لحم في العام ده توجد إحصائيات دقيقة كانت ده قديمة يعني عندها سنوات أكثر من عشر سنوات وبالتالي القطاع رأي يعمل باش نعودوا نحييوا مؤشرات الاستهلاك باش نحضروا نقارنوها بين القدرات الانتاجية وتحديد الكميات اللي راح سوف تستورد يعني ككميات تكملية لضبط السوق والتوفير المنتظم لمختلف المنتوجات حبيت نشيلك فقط في إطار تجسيد كذلك قرارة السيد رئيس وهو في هذه المرحلة اللي تفصلنا لشهر رمضان إن شاء الله على ثلاث شهر أقل بين ثلاث شهر أقل تم إتخاذ قرار كذلك بتجميد كل توقفات تقنية لجميع الوحدات الانتاجية أنت المواد الأساسية يعني نعطيك على سبيل المثال عدنا 428 مطحنة تأساميد 160 مطحنة تأفارينة 160 مطحنة تأساميد 127 ملبناء اللي يخدموا للحليب بتاع 25 دينار عدنا 6 محولين للسكر 5 محولين للزيت هذه الوحدات الانتاجية يمنع من عن بات يعني برمجة توقفها تقنية خلال 3 أشهر هذا الهدف هو مضاعفة الانتاج على ذكر مضاعفة الانتاج نحن نعلم بحكم التجربة أن الجزائري على مقربة من شهر رمضان تقتل عمليات الاستهلاك واقتناء المنتجات نحن على مستوى القطاع بالتنسيق مع قطاع الفلاحة والتجاهة والصناعة قمنا بإجراءات استباقية منذ أيام مرت وتم حتى دعوة كل المنتجين أخر اجتماع فقط بالأمس على مستوى القطاع ودعونا جميع المحولين تعد الزيت والسكر وطلبنا مضاعفة ابتداء من شهر جونفي لعمليات الانتاج لأن اليوم معدل الانتاج الزيت ما بين 1800 طن ما بين 1600 و 1800 طن إن شاء الله ابتداء من جونفي تجاوز حتى 4000 طن باش نضمنه استقرار السوق نفس الشي بالنسبة للسكر الانتاج الحالي 65 الف طن شهريا يعني بمعدل 200 طن سوف يضاعف تقريبا لضعف 4000 طن باش نسمح لكل سلسلة الانتاج والتسويق باش هالمنتجات تكون متوفرة بانتظام وإن شاء الله يعني يعني بفضل هذه القرارات سوف يشهد السوق انطلاقا من شهر جونفي استقرار يعني عام وعلى مستوى كل خاصة المواد الأساسية نضيف لك ثاني هناك المواد الفلاحية الخضر والفواكه ثاني القطاع بذل المجهودات كبيرة باش ن بتنصيق مع وزارة الفلاحة حقيقة بخصوص منتجات الضبط وهي البطاطا الاستهلاكية وكذلك الثوم والبصل لحقنا مع مصالح الفلاحة باش نديروا برنامج متابعة الحمد لله اليوم المخزونات رأي أكثر من مئة الف طن تعال مادة البطاطا تحسبا للبريود سوديرس هذه مرحلة عدم الانتاج اللي تتزامن هذا السنام على رمضان مع شهر مارس وبالتالي الاحتياطات اتخذت أكثر من مئة الف طن تعامدة البطاطا بالنسبة للبصل كذلك ثلاثين الف طن من البصل تم تخزينها لهذه المرحلة بالنسبة للثوم كذلك قرابة عشر الاف طن تم اتخاذها يعني كإجراءات باش نظمنه يعني عدم وجود تذبذوبات في الأسعار ونفس الشيء بالنسبة للفاكهة القطاع تقريب مد كميات كبيرة للمستوردين باش يستوردوا مادة الموز لأن مادة الموز تقريب هي الضابط يعني ريجولاتير تالأسعار مختلف الفواكه الفواكه والمواطن أصبح يعني أصبح الموز مادة تقريب متداولة وبالتالي استبقنا قطاع التجارة استبق منحنا كميات كبيرة من المستوردين باش يستوردوها بكل أرياحية وأكثر دليل على ذلك هو السعر المتداول حالي تقريب رانا نشوف الأسواق ما بين مئتين وستين إلى مئتين وسبعين دينار هذه الخطة الاستباقية سوف تشمل كل المواد باش تكون إن شاء الله وفرة عامة على المستوى الـ 58 ولاية نتكلم ربما سيد مقراني عن أهمية مراقبة المخازن وكذلك غرف التبريد كإجراء استباقي لمحاربة المضاربة أيضا حقيقة كي قلت لك بي لأخت كريمة بالتفعيل الرقابة هناك برنامج جد وعد مصالح الرقابة لتطبيق تقرارات سيد الرئيس وهو الاستمرار في محاربة كل أشكال ومظاهر الاحتكار والمضاربة لأنه للأسف مزال بعض يعني ما نقوله كل تجار الحمد لله راعدنا تقريب أكثر من زملائي ومئتين الف تاجر لكن للأسف دائما نلقى بعض تجار أشباه نسميهم أشباه تجار يتلاعبوا مزال ويتلاعبوا بقوت الشاب ولا أكثر دليل العملية التي عندها 48 ساعة على مستوى ولاية مسكر وين المصالح الأمنية حجة أكثر من 75 الف لتر زيت كانت موجهة المضاربة وتالي قوت الشعب يعني تطبيق لقرارات السلطات العليا هو خط أحمر يعني مزالت العمليات متواصلة وفعلى ذكر المخازن ومستوداعات احنا في إطار الرقمنا كذلك تم إقرار الانتهاء من إعداد أرضية رقمية تخص كل مستوداعات ولا غرف التبريد على المستوى الوطني المصرحة من طرف المتعاملين الاقتصاديين نعطيك أخر إحصاء سجلنا 17,651 تجهيز للتخزين فيهم 9,726 مستوداعات ستدير لزانتروبو وفيهم 7,925 غرف تبريد بطاقة إنتاجية تخزينية أفون تتجاوز 22,626 مليون متر مكعب بنسبة لهذه الأرقام سيد مقراني هل هذه تجهيزات من غرف تبريد وكذلك مخازن كافية لإنجاح حملية ربما ضمان مختلف المواد الأساسية ووزعة الاستهلاك حقيقة جد كافية هناك مؤسسات عمومية على شكل جزائرية لتبريد في ريغوميديت وكذلك الخواص لأن التبريد تقريب هو من يحوزه الخواص سواء مرتبطين بإنتاجهم لأن كان العديد من المنتجين يحوزوا على وسائل تبريد وسائل تخزين أو كنشاط تجاري لأنه كان رمز تجاري تخزين وبالتالي نحن في اعتقادنا أكثر من 22,6 مليون متر مكعب أولا هذه البطاقة الرقمية تحت أعين المصالح إنتعنا مختلف مصالح الرقابة وبالتالي كل مستودع لكل غرف التبريد خارج نظام هذا تعتبر غرف غير مصرحة وتطبق عليها القوانين بكل صرامة أعتقد أن هذا الحجم كافي كافي جدا لاستيعاب التخزين خاصة المواد الغذائية ومختلف المواد الفلاحية نعم في الختام سيد أحمد مقراني لأكيد أنه فيه أهمية أيضا من خلال التنصيق مع منظمات حماية المستهلك خاصة أنه في بعض الدهنيات وبعض ربما الأفكار الخاطئة لبعض مواطنينا تتمثل في الاستهلاك المفرط واقتناء مفرط أيضا لمختلف المواد مع اقتراب شهر رمضان حقيقة 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 قلت لك من بين المضمون الرسالة التي بعثها السيد وزير التجارة السيد الولاد هو التحضير المبكر للأسواق الجوارية أنت أشهر رمضان والأسواق تضامنية هذا بإشراك كل فعلية المحلية سواء الجمعيات حماية المستهلك ذات البعد الوطني أو الجمعيات على المستوى الولائي الدور كبير يكفلهم ورافقة كذلك تجسيد قرارات سلطات العليا وهو العمل على توعية وتحسيس المواطنين بضرورة يعني العدول عن السلوك الاستهلاكي اللي لاحظناه في السنوات الماضية وأخر دليل فقط سيد وزير التجارة وترقية الصادرات استقبل فقط ظاهرة الأمس الاتحاد العام للتجار الحرفيين الجزاريين ومنظمة حماية الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك رأنا في نظرة تشاركية قلت لك اقتصادية باش نسهم كل هذه الفئات لأن لها دور محوري على المستوى الاجتماعي باش تشارك من جهتها في تجسيد تجسيد الأهداف نتاع للسلطات العمومية لتوفير باش يطملوا الإخوة كل باللي توفرت كل المعطيات المؤشرات يعني باللي ان شاء الله ما تكون تذبذبات في تمويلنا نعم سيد أحمد المقراني باختصار وبالنسبة لعملية تنظيم الأسواق تحصبا شهر رمضان هل هناك أو هل ستكون هناك أسواق الرحمة نحن نحن نسميها أسواق جوارية جرات التجربة نعم وتم فعلا الشروع المبكر في التحضير بالتنسيق مع سيدات وسادة الولاد وتخيذت كل تدبير منذ الآن للشروع في اختيار المواقع واختيار كذلك المتعاملين الاقتصاديين وإن شاء الله تكون أسواق ثارية تكون أسواق فيها الخضر والفواكه تكون فيها اللحوم خاصة اللحوم المستوردة تكون فيها كذلك جانب من الأسواق حتى فيها الحوايج التي تحتاجهم العائلة الجزائرية على مقربة شهر رمضان لأن البرنامج على الوزارة هو فتح هذه الأسواق على الأقل 15 يوم قبل شهر رمضان وبالتالي إن شاء الله يكون الأسواق على مستوى كل ضائرة إن شاء الله هو البرنامج تندير على مستوى كل ضائرة سوق كبير ويكون فيها حتى جانب يخص الملابس ولا تحسب للعيد الثاني يعني أسواق شارعنا في الإعداد لها منذ الفترة هذه إن شاء الله نعم سيد أحمد مقراني مدير تنظيم الأسواق والأشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة شكرا لحضورك معنا وعلى كل المعلومات والإحصائيات التي قدمتها لنا برك الله وفيك شكرا على الدعم العفو إذا المشاهدين نواصل أخبارنا وبعد ظهور بؤر وحالات عديدة